خمس سلوكيات إذا فعلها طفلك لا تتجاهليها أبداً لمن هم ثلاث سنوات فما فوق أرجو لكم رحلة سماعية ممتعة إليك بعض السلوكيات وطرق علاجها أولاً إذا قام بمقاطعتك خلال التحدث لغيره فيأتي ليحكي ما فعله في المدرسة أو عند تركيب لعبة صعبة دون الاكتراث بحوارك مع غيره فيتكرر هذا المشهد كثيراً في بيوتنا لكن حذري من أن تدعيه أن يمر بسلام لما له من عواقب إذا لم تنبه طفلك لهذا الخطأ فسيسمح لنفسه دوماً بالتدخل في شؤون الآخرين وإقحام نفسه في محادثاتهم العلاج الطفل إذا أعطيته اهتمام أثناء مقاطعته سيظن نفسه محور اهتمام الجميع ويثور عندما لا يطلق الاهتمام اللازم لن يتفهم مدى انشغالك في أي وقت وسيلح في الحديث إليك فما دافع الحينها؟ إذا انشغلت بمحادثة زوجك أو صديقة لك احرصي على أن تجدي ما يشغل طفلك كلعبة مفضلة إليه وإذا قاطعك ابنك لا ترد عليه ووجهيه للجلوس لحين الانتهاء من حديثك وأكد على أنه لن يحصل على ما يريد طالما يقاطعك وسلوك آخر وهو العنف في اللعب لا تتجاهلي أبدا ضرب ابنك لأخيه أو صديقه أو قرصه أو دفعه بقوة في أثناء اللعب لأن هذا السلوك العنيف قد يلتصق به إلى بلوغ الثامنة من عمره كذلك في أنه سيتعلم ضمنيا أن العنف أو الضرب سلوك مقبول العلاج تسرعين اتجاهه وتقولين له وتخبريه بأن هذا السلوك غير مقبول وإسأليه هل ستقبل أن يضربك أخوك مثل ما ضربته ليعرف عواقب الأمر وأن التعامل بعنف مع الآخر أمر غير مقبول تماما كذلك ذكريه في كل مرة سيلعب فيها مع أصدقائه أو إخوته فإنك لن تسمح بأي سلوك عنيف في أثناء اللعب ووجههه بضروطة التعبير بالكلام وبأسلوب لائق عن استيائه من موقف أو شخص ما وإخبار الآخرين بما يريد دون إذائهم وإذا حدث وكرر هذا السلوك أنهي اللعب فورا وهناك سلوك آخر إذا أخذ الحلوى دون إذن قد يعجبك منظر طفلك ذو العامين وهو يتسلق الكراسي ليأخذ الحلوى التي وضعتها على طاولة السفرة دون طلب مساعدتك لكن قد تفزعين عندما يخبرك في عمر الثامنة بأنه ذهب إلى جدته التي تسكن في الحي المجاور دون إذنك أيضا في العلاج أن تقوم بوضع قواعد للتعامل دون تقييده أحرصي على وضع مجموعة قواعد بسيطة على الجميع اتباعها داخل المنزل كأن تطلبي منه استئدانك قبل تناول الحلوى ومثلا إذا فتحت الفازة دون إذنك أغلقيه وأخبريه بضرورة استئدانك أولا والتأكيد على القاعدة بصوت واضح وثابت داخل المنزل يساعده على تذكرها أيضا وإذا لون ابنك يده بالألوان أخبريه بأنه لن يشارك في طلاء غرفته وهناك سلوك آخر قد يظهر وهو غير لائق قد تظنين أنك لن تحتاج إلى التفكير في أشكال العقوق مثل الرد بفضادة أو الحركات السيئة إلا في عمر المراهقة لكن أؤكد لك أن بوادر هذا السلوك يمكن ملاحظتها في طفلك الدارج أو قبل دخول المدرسة حيث يطوق الأطفال إلى تقليد الكبار سواء في الشارع أو المنزل أو التلفاز وقد تميلين إلى تجاهل هذا السلوك في الأطفال الأصغر سنا لكنك تكونين مخطئة حينها وقد تتفاجئين بتطور هذا السلوك وما لازمته لابنك فيما بعد العلاج كيف تردين على سلوك طفلك الغير لائق؟ أخبريه بأن هذا السلوك غير لائق وغير مسموح به وفهميه لماذا؟ كأن تقولين إن هذه الحركة أو هذا الكلام يعني أنك لا تحبني وما أقول أو لا تحترمني وإذا أصر على هذا السلوك أخبريه بأنك لن تتحدثي إليه وتركيه وانصرفي أو أخبريه بأن أذنيك لا تسمع مثل هذا الكلام وعندما يكف عن ذلك سوف تصغين لما يقول وهناك سلوك آخر وهو المبالغة في الكلام قد تسمعين طفلك يبالغ في الحديث مع صديقه ويذكر له كيف حارب الأسد في حديقة الحيوان وهزمه لكن لا تتهاوني أبدا في أي من أنواع الكذب أو المبالغة في الحكي أو عدم الأمانة لأن الكذب سرعان ما يتحول إلى سلوك طلقائي يلجأ إليه الطفل إذا أراد أن يبدو بمظهر أفضل أو للخروج من موقف صعب أو عدم الرغبة في فعل أمر ما العلاج كيف تقومين دون أن تشعريه بالإحراج أخبريه بأنك تتفهمين مشاعره وأنه من الجيد أن يكون شجاعا لكن لا داعي لاختلاق القصص ليكون كذلك فلن يصدقه أحد إذا داوم على الكذب ودللي بقصة الطفل الذي تظاهر بالغرق ولم يصدقه الناس عندما كان يغرق بالفعل فالقصص تساعد الأطفال على تصور الموقف من الخارج أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة السمعية من قناة ساوند كيوب هودا كربوج أرجو أن تتركوا أثر جميلاً مثلكم ترجمة نانسي قنقر